في الوقت تخلي عندك ثقة ان انت تقدر تكسب وتهاجم وتلعب لعبك وتنقل ما تسرعش ضبط النفس مهم جدا على فكرة في المبارد لان انا اعتقد ان المبارد بكرة هتبقى فيها طبع حماسي زيادة عن اللزوم من الجانبين نتيجة للي برضو درب عربي برضو درب عربي وفي نفس الوقت الجمهورين هيعملوا يعني شغل كويس وجو كويس فوضع طبيعي اللعيب بتأثر بالاجواء دي فبيبقى حماسي انا استغل الحماس ده ليا في الناحية بتاعتي الدفاعية والهجومية وفي نفس الوقت برضو استغل اخطاء المنافس من اندفاعه ومن حماسه الزايد ممكن يبقى فيه انذارات ممكن يبقى فيه حاجة ممكن يبقى فيه لخبطة شوية لانه برضو مهما كان هو بيلعب على ارضه في وسط الجمهور والناس مستنية منه حاجات كثيرة ان البطولة على ارضه يعني الضغط اخطر على نادي الاتحالي انا بقول كده ان هو عايز يوصل يعني الجمهوري اكبر طبعا عايز يوصل لاعلى مدى البطولة على ارضه مش عايز يعني يخرج من بدري او يبقى مركز متأخر فمن هنا برضو انت ممكن تستغل الكلام ده تبقى عندك ثقة بالنفس وهدوء وبتلعب لعبك زيزا بقولك انت الثقة انت عندك يعني لعيبة على مستوى عالي وبتوصل تقدر توصل الناحية الدفاعية لو هنتكلم برضو على النواحي الفنية شوية برضو يعني انا عايز اقول ان ناحية شمال عندنا معلول يعني مهمة اوه في ناحية الهجومية وتقدم السن بتاع معلول على حساب النواحي الدفاعية وخصوصا في الاسبرنتات الامامية فلازم يبقى فيه برضو ناحية دفاعية ناحية عالي معلول من الديفندر الموجود بشكل مهم عشان يقدر يديله الاريحية ان هو يهاجم براحته ما يبقاش متصربع او خايف يروح سبرنت جامد ما يقدرش يرد لازم الحتة دي تبقى مقفولة عكس هاني هاني عنده الحتة دي بقدر يهاجم وبقدر يدافع وما يبقاش الجناحين الاتنين عندنا طيرين لان هما برضو مش عايزين المساحات تبقى فاضية عندنا في نص ملعبنا في الكار المرتدة لانه عندهم لعيبة بتقدر توصل زي ما بقول لك وعندهم لعيبة سريعة فهو التوازن مهمة اوي ومهمة اوي تحفيز الادوار بكرة يعني للعيبة يكون كل واحد طبعا هما تفرجوا على الاتحاد في الموتش اللي فات وفي محل الاداء وفي كوتش جميل في محل الاداء ويمكن كابتن سامق ومصان كان موجودين في الاستاد في الاستاد وغير الفراكة بتفرج في الاوتيل فمن هنا لازم يبقى فيه يعني ادوار محفوظة اه شكل عام وطريقة معينة بنلعب بها سواء هنضغط من قدام او تلات تربع ملعب او نص ملعب ايا كان اللي هيلعبه بس لازم يبقى فيه ادوار معينة لبعض اللعيبة يتنبه عليهم فيها برضو يعني انا لو انا في الموتش ده احاول مثلا ايه لو فيه صنع لعب لازم كرة تروح لصنع لعب كتير ما ديش مثلا ديانج وهو مضغوط عليه جامد ممكن ما عندوش الحتة دي يعني يعني عشان كده انا بقول ان انت لو كترت حتة لعب الكرة في الموتش ده بالتحديد لعب الكرة بتعرف تعمل استحواز يا هاني كوي ساوي يعني فمهم اه تبقى على حساب الناحة الدفاعية بس ممكن قدي الدفندر الاساسي ده اذا كان مثلا مروان او ديانج لو حيبقى هو ده المسكين ده واقف معهم واقف يعني انت فاهم ازاي عشان يدي اريحية زي اقولك للبكين يقدروا يهاجموا مع العيبة صنع لا لا هو في الطبيعي خلي بالك ايه اللي بيحصل في البكين لو الباكليف تطلع بهم اول حاجة بيتقالك ايه اه التاني بيستاني نص الملعب بيطر نص ملعب شوية احنا عندنا الحتة دي كويسة وغالبا لما بتروح ناحية الشمال من علي من ناحية علي بتلاقي هاني يعني مستاني شوية واقف نص ملعب كمان يعني واقف نص ممكن ما يبقاش جنب الستوبرز لكن بيبقى قدام بيكون ميلان يعني هتلاقي عب منع ميل شوية ناحية ناحية الشمال وجنبه هيبقى ياسر وهاني كمان واقف في الحتة دي على اساس يكون فيه بزبط كده حتى لو واخد خطوتين ثلاثة قدام قصدي يعني احسب مباريات اسلام النادي الاهلي اللي هو بيستغل الترفين بتوقعه كويس قوي الباكين لو تشوف كده احصائيات المباراة النادي الاهلي الباكين لو فيقين بتعنى وبيكملوا الدور الهجوم بشكل كويس بيبقى الهجوم عندك مؤثر ما فيش شك انا معاك بس لازم في المباراة الزايدية اللي خاصة المباراة نوك اوت مباراة ممكن تمتد المائة وعشرين ديئة تمام يعني انا في اعتقادي لازم مش هيكون التحفز ولكن بيكون فيه نسب معينة تمام ماني اطلع ثلاث مرات وبعد نستنى يعني الجزء ده انت كلعيب كمان بالضبط انت ممكن انا كلعيب لا